أنت تريد تجمع ترضي كل المتظاهرين أو كل الشعب العراقي يعني اليوم هو الشعب العراقي هو أكبر من المتظاهرين و الشعب العراقي بمجمله مستحيل راح يوصلون إلى و يتوصلون إلى رؤية واحدة هاي من سابع المستحيلات الشعب العراقي كله متظاهر استاذ رياض حتى أكون صريح وياك شعب العراقي كله مطالع بالشارع هو متظاهر في داخل حلال الإصار جيد 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 إذن هل ممكن أن يجمع الشعب العراقي على قانون انتخابي واحد بس أجيب شيء راضي بناس على لقاء بمنطق يا أستاذ رياض عموما أنا حرجع أناقش لك حرجع أناقش لك تفضل 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 لا لا أكمل فكرتك حتى أنتقل عندما قلت الشعب العراقي كله متظهر نعم كله ناقم كله معترض كله متخوف كله يريد التغيير كله يريد إحداث بصمة جديدة في الواقع السياسي الجديد ولكن أن نأتي بقانون يرضي الجميع ويتناسب مع كل طموحات الآخرين هذا محال والدليل أن الاختلاف السياسي اليوم على اعتبار اليوم الكتل السياسية والأحزاب السياسية هي جزء من هذا المكون الاجتماع العراقي هم غير متوافقين على هذا القانون البعض معترض جملة وتفصيل وبعض متخوف والبعض عنده ملاحظات والبعض مؤيد إذن لا يمكن أن نأتي بقانون يرضي الجميع ولكن هناك قانون منصف يرضي الغالبية نقول اليوم نريد تغيير أي أن نأتي بقانون يختلف عن القانون السابق